عبد القادر شاب امتهنا نشاط زراعة مادة السبانخ أو كما يعرف محليا بالسلق هنا بهذه المزرعة بولاية وهران يقوم بقطفها وتنظيفها يحول بيعها عبر حوافي الطرقات كمصدر للإسترزاق نحن عدنا دل السلق قول بريف عندي 20 سنة لغير اسم الله عندي 20 سنة وعشرين سنة من اللي دلنا خدموا فيها وهذه الخدمة يعني لدينا خدمة غير السلق نجيبوه من البحيرة نعودوه نسقموه نقوه نجرشوه بل ما بشيقوه عطوه جرفري ركيفامو الناس ما كانتشتاكلها بساكي عرفت الفيتامين اللي فيه الحمد لله زعمارا نسترزقوه منها الحمد لله يا ربي غاية السلق من الخضروات الوراقية المهجنة يكذر إنتاجها والإقبال عليها بفصل الخريف خاصة فعبد القادر وأقرناءه يزاولون هذه المهنة منذ عشرات السنين بهذه الحقول حاجات عقليل مشيقال حاجة تعيديها واحد عندها ولا لاخر هذا هيقليل اللي يأكلها حاجة فيها فري فيها فيطامينة بزاف وفريشابة وفريز عما ما تغبنش في الطياب عندها فايدة هو كبيرة عندها العليمي للبرد كالي يطبخه في الماء كالي فوره ويعصروا ويقلوه بالبيت هذي بسلاطة تاني يجيب السلاطة السبانخ أو السلق يقال عليها أنها أكلة القليل والزوالي نظير سعيها الزهيد وطريقة تحضيرها البسيطة غير مكلفة تقابلها فوائد صحية جمى لهذا النوع من الخضراء فالمطبخ الجزائري لا يستغني عن هذه الأكلاع في مختلف أطباقه